اشتركوا في القناة والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة من مساء اليوم السبت يعني الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة من مساء الليل الجمعة عفوا لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح يعني رح يظل طيلة يوم السبت القمر يعني موجود في منزلة الرشا لغاية ساعات المساء طبعا القمر موجود في برج الحوت في خلوم مسار عنا وانتقال القمر رح يكون للحمل بعد حلقة الغد ولكن رح نذكر احنا بشكل بسيط ايش التأثيرات اللي رح تصير في ساعات المساء يعني ما بين وجوده في الحمل الحوت والحمل طبعا بما انه القمر موجود في برج الحوت من الآن لغاية ساعات المساء فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة على جميع الابراج ومنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وهذه الفترة برضو بعض الأشخاص بيقعوا في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وتأثيراتها من اليوم 18 وحتى 16 ذروتها يوم 12 عشرة ساعة ساعة تقريبا واحد وصد دقائق صباحا بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبنتحمل المسئولية أكثر فأكثر وبتزيد طاقتنا أكثر كمان أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها زي ما حكينا راح تضل لغاية يوم اللي هو يعني ما ضل لها هي تقريبا بدها تنتهي اللي هي 19 عشرة ضيل لها يوم واحد وبتنتهي بتزيد من حد الذهننا والحدث والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا وابتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي حكينا هاي تأثيراتها يعني طويل شوي لغاية 22 عشرة ما هي بين المريخ وبين نبتون طبعا بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا بعض الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية إنهم يتناولوا أدوية بطريق الخطأ يعني مرتين أو دوام شئلهم أو أشياء من هذا القبيل وبرضو بتدل هاي الفترة على اضطرابات سياسية في بلد ما وبتسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو تقلبات بالمناخ ناقلات البترول أو تقلبات حتى بالأسعار اللي إلها علاقة بالنفط والغاز برضو هاي الفترة ممكن يكون في بعض الحرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة أو الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر طبعا عندنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام ساعة 42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها بيبدأ من مساء اليوم الجمعة وبيستمر لغاية ساعات ظهر يوم السبت بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد وبتكون حسسيته حالية جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة 4.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني برضو تأثيراتها من ساعات مساء يوم الجمعة وبتستمر لغاية ساعات عصر يوم السبت بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها ساعة 9.14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الفجر الباكر وبتستمر لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا اللي رح تتشكل عندنا زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة 11 و10 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها برضو من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و10 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 53 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش أما بتوقيت الأردن الشرق الأوسط فبتكون مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل طبعا هذا الوقت اللي هو ما بين 11 و10 لغاية الثلاثة أو أربعة إلا خمسة هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 53 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بصير القمر موجود في برج الحمل عشان هيك بتصير التأثيرات غير على جميع الأبراج ففي فترة وجود القمر في برج الحمل بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على طرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ونكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي طبعا راح تكون ذروتها الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات ما بعد العصر ولغاية ساعات ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا طيل من الآن ولغاية ساعات المساء عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون المسكن للألام فعشان هيك بالفترة هاي منشعر بالألام أكثر من الشيء المعتاد والهرمون المساعد على النوم عشان هيك كثير من الأشخاص بصير عندهم أرق أو قلة في النوم أو صعوبة في النوم أو حتى كوابيس وأحلام ما إلها أي تفسير بالنسبة لهذا اليوم طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية الآن بدأت مراحل اكتمال القمر فعشان هيك ما مننصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت للضرورة القسوة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة البسيطة يصلح لهذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بما أن القمر رح ينتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين عشر عشر في تمام الساعة ثنتين ودقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاث عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة عصرا بصير عمره أربعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الحوت وبدو ينتقل في ساعات مساء يوم السبت للحمل طبعا رح يضل بالحمل لغاية يوم عشرة عشرة هو الآن منتحس بنسبة خمسة وستين في المية ولكن لكثرة الزوايا السلبية وخلو المسار ففي ساعات الفجر بيصير منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات المساء المتأخر يعني بعد الانتقال لبرج الحمل وأيضا بعدها بثلاث ساعات تقريبا أو ساعتين ليصير سعيد بنسبة عشرة في المية طبعا ملاحظة للأشخاص اللي بيسألوا بقولك طيب لما تقول أنت سعيد بنسبة عشرة في المية يعني الباقي هذا إيش لا هو لما يكون سعيد عشرة في المية فقط لا غير ولما يكون منتحس خمسة وستين في المية يعني منتحس فقط لا غير ما في سعادة في الموضوع أما بالنسبة العطارد في العذراء حتى يوم عشرة عشرة بعدين بده ينتقل منتحس بنسبة ستين في المية اليوم الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة اليوم بلش سعيد بنسبة خمسطعش في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% طبعا يوم 30 عشرة رح يبدأ التراجع في برج الجوزاء المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة بعدين بده يرجع ويصير في برج الحوت يعني تراجعيا ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% اليوم زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بسيطر عليكم برضو التعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات المساء اللي بشعر بأعراض غير اعتهادية لازم يتوجه للفحص أو العلاج لأنه نسبة كبيرة من الطاقة رح تفقد هيك فممكن تأثر على بعض موليد برج الحمل من ناحية صحية فعشان هيك اللي بده يحمي حاله يأخذ قصد كافي من الراحة اليوم ممكن تحظو بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة ولكن حاولوا أنه في فترة خلو المسار ما تتخذوا أي قرارات حاسمة وحاولوا أنكم تتجاوزوا مخاوف ما إلها أي أساس أما في ساعات المساء تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وحادروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء برضو اليوم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة عندكم بتكون في أوجهة بتكون جيدة بسودها التقدير والثقة المتبادلة ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم أو سيطرتكم على أصدقائكم ممكن تكون حساسة زيادة عن اللزوم اليوم لأن القمر بيقترب لبيت المتاعب وفي ساعات المساء رح يوصل للحمل اللي هو بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاضروا من الدخول في أي مناقشة أو جدال خصوصاً مع الأصدقاء أو المعارف ممكن لأنها يعني ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو الأجواء جيدة وداعمة واللي بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله برضو فترة ممتازة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين ولكن دون الدخول بأي مواجهات حادة بتحضوا بالشعبية العالية وبتكون لكم أعمال سهلة وميسرة وممكن تحققوا نجاح شخصي أما في ساعات المساء فالأجواء تصير أفضل بتلتقوا الأصدقاء وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن اليوم إجمالا كله بتكونوا تحذروا من الاندفاع والتهور ومخالفة القوانين والمجازفات والمغامرات إيش ما كان نوعها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر صبرا ووحيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن طبعا بيظل فيه عندكو قوة بالعاطفة عالية جدا وعندكم أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة الأجواء جيدة ودعم لإلكم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وبيظل فيه طاقة ممتازة جدا وفرص أيضا لإنجاز بعض الأعمال أو الامتحانات ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض أما ساعة المساء القمر بده ينتقل للبيت العاشر فهنا التركيز كله بصير على العمل على السمعة على تعزيز العلاقة مع المسؤولين طبعا فترة مناسبة للي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبين كانوا تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بشعبية وبتكونوا أكثر طاقة وإيجابية وأعمالكم بتكون ميسرة وسهلة وممكن تحققوا نجاح شخصي برج الأسد بالنسبة لما مواليد برج الأسد طبعا بتشغلوا في إعادة تنظيم أمركم المالية وخصوصا المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة وبيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية وفي ساعات المساء الأجواء بتصير أحسن وأحسن بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات أهم شيء أنه ما في داعي للمجازفات أو الإهمال وخصوصا في العمل لأنه هذا شيء ممكن يعرضك لبعض المشاكل في العمل أو في علاقاتك مع أشخاص خارج البلاد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة لأنه القمر موجود مقابلكم اليوم فهو بعطيكم لتعزيز الشراكة وتعتبر هذه فترة جيدة لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد ولكن دون فترة خلو المسار علاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق ولكن طاقتكم زي ما حكينا بظل فيها نوع من أنواع التوتر لأنها ضعيفة فإبعدوا عن المشاكل والمشاحنات مهما كان نوعها في ساعات المساء بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية والمشتركة حاولوا أنكم تحذروا من النزاعات مع الشريك خصوصا في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتراكم العمل لديكم أكثر من المعتاد لأن القمر باتجاه بيت المقابلة فعشان هيك بيكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم لأن أغلب موليد برج الميزان بتكون طاقتهم الصحية ضعيفة فبتكون تنظموا وجباتكم الغذائية تأخذوا قصد كافي من الراحة اليوم ممكن تجد سهولة في تطبيق بعض الأعمال الروتينية أو المنزلية ولكن في ساعات المساء القمر بيصير مقابلك تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تنتبهوا من أن طاقتكم بتكون بأدنى مستواها فبعدوا عن الخلاف والنقاش والحوار والحدية لأنها فترة بتكون سلبية وأنت بتكون الحلقة الأضعف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية لأن القمر ما زال موجود في البيت الخامس يعني بعطيكم طاقة إيجابية عاطفية حضوض بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية وبوسعكم شراء أمور لها علاقة بالتجميل أو بترفيه وهي فترة فيها حظ قوي وبتقوى من خلالها علاقاتكم العاطفية أو مصالحة أو تراجع عن قرارات سابقة بتعرف فترة من البهجة ولكن في ساعات المساء بتكنتبهوا إلى صحتكم ومن ساعات الظاهرة حاولوا أنكم ما تدخلوا بأي مواجهة أو تبلغوا بحضوضكم أو مواجهاتكم مع الأحبة أو مع الأبناء بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة والأولاد فعليكم الحذر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أنه حياتكم العائلية هيك بتكون فيها نوع من أنواع الراحة والبهجة أو الإنسجام ولكن إذا ظهر أي خلاف مع بعض موليد برج القوس وخصوصا الخلافات أو المشاكل العائلية أو العطالة المنزلية حاولوا قدر الإمكان ما تكبروا المسائل وتكونوا طرف يحاول ينهي الخلاف بغدوء أما في ساعات المسائب تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وطاقة عالية جدا عاطفيا وأيضا أنتوا بتكونوا ملفتين للانتباه ولكن حاول أنك ما تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأن مزاجك بيكون حد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط الأجواء جيدة وقدرة الإقناع عالية ولكن في ساعات الصباح لغاية ساعات المساء انتبهوا أثناء قيادة السيارة من أعطال مخالفات سير حاول أثناء تحركاتك برضو تنتبه عشان ما تتعرض لبعض الإصابات وخلي كلامك واضح عشان ما تنفهم غلط نشاط عالي جدا فعشان هيك مع نحوسة القمر ممكن هذا يسبب لك بعض الأخطاء أما في ساعات المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي عصبيين ومزاجكم حد شوي وهذا الشيء ممكن يسبب لكم خلاف أو سوء تفاهم عليكم الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بالتركيز برضو على الأمور المكاسب المالية ولكن في زوايا بتدل على المصاريف اللي ممكن تيجي كنوع من هروب من الواقع فعشان هيك اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح ولكن في فترة قلو المسار انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين وفي نفس اللحظة حاول قدر الإمكان أنك تقلل من مصاريفك أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل يعني أنه يكون في بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقك أو رئيسك في العمل حاول أنك تضبط أعصابك ولكن إجمالا هي بداية فترة فيها طاقة عالية جدا وإيجابية تفتح لك أبواب كثير ممتازة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وانتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من الأيام السابقة وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة اللي هي من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح على المستوى النفسي الأجواء جيدة ولكن في فترة خلو المسار ممكن تعصب تزعل تذائق يصير موقف معين أو حدث معين يستفزك فحاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان في ساعات المساء بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم سيئ وبتكون قليل الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء